موسيقى بتوجيه من السيد الرئيس بشار الاسد وزارة الاوقاف تقدم عقارات تشكل منظمة ضاحية الرمالة بجبلة للمواطنين واسر الشهداء والجرحة وحدات الجيش توسع من دائرة الامان في ريفي حلبة وحمصة الشرقيين وتحبط هجوما للارهابيين في درعا القوات الاراقية تحرر عددا من قرى غرب الساحل الاموصل من ارهابي داعش موسيقى من دمشق الاخبارية السورية تحييكم نشرة الاخباراتكم على الهواء مباشرة اهلا بكم بتوجيه من السيد الرئيس بشار الاسد قدمت وزارة الاوقاف عقارات بمساحة 341 دنما تشكل معظم ضاحية الرمالة بجبلة للمواطنين واسر الشهداء والجرحة والتي حلت بموجبها مشكلة اجتماعية لم تتم معالجتها منذ 40 عاما بتوجيه من الرئيس بشار الاسد قدمت وزارة الاوقاف عقارات بمساحة 341 دنما تشكل معظم ضاحية الرمالة بجبلة للمواطنين واسر الشهداء والجرحة والتي حلت بموجبها مشكلة اجتماعية لم تتم معالجتها منذ 40 عاما وجرى في مدرسة الشهيد علي عبد الكريم عجيب في مدينة جبلة توقيع وثيقة نقل ملكية العقارات في حي رميلة من ملاك وزارة الاوقاف الى وزارة الادارة المحلية والبيئة ليصار الى نقل ملكيتها الى قاطنيها وذلك بمشاركة فعاليات شعبية ورسمية حيث وقع وزير الاوقاف الدكتور محمد عبدالستار السيد ووزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف على وثيقة التنازل ونوه الوزير السيد بتضحيات الشهداء الذين قدموا دماءهم الذكية لحماية الارض والمقدسات وحافظوا على التاريخ والتراث الدماء التي سالت على هذه الارض والتي حافظت على الارض والعرض والمقدسات وعلى الوطن وعلى التاريخ وعلى الامجاد تستحق كل عطاء وهذه المكرمة من السيد الرئيس بتوزيع هذه العقارات على اهالي واسر الشهداء في ضحية رميلة كانت هذا اليوم بتعاون بين وزارتي الاوقاف والادارة المحلية ويلاحسوا قصصة وزارة الاوقاف هذه العقارات لساكنيها وليشغليها في ضحية ارميلة بدوره اكد المهندس حسين مخلوف ان هذا الامر تم لابناء الحي الذين قدموا تضحيات الجسام وبذلوا دماءهم على امتداد تراب الوطن مشيرا الى ان الحكومة تعمل على معالجة كل المشاكل العالقة كمشكلة حي ارميلة بجبلة وتحسين الواقع الخدمي والتنموي اتاحت لنا هذه المكرمة ان نرتقي بالخدمات ونبني المشاريع ونؤمن راحة المواطنين وخصوصا ان هذه المنطقة تحوي الكثير من الشهداء الذين قدوا على تراب هذا الوطن والكثير من الشهداء الاحياء من الجرحى وبالتالي هي تجسيد لتكريم الشهيد في هذا الوطن من جهته اشار محافظ اللاذقي ابراهيم خضر السالم الى ان هذه الخطوة المهمة تعالج مشكلة اجتماعية مزمنة مضى عليها عقود حيث يتعذر على قاطني الحي اصدار تراخص لسكنهم وهي مشكلة اثرت سلبا في معيشتهم وفي طبيعة الخدمات المقدمة لهم حضر التوقيع على الوثيقة امن فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد شريتح وقائد الشرطة ومدير اوقاف ومفتي منطقة اللاذقية وعدد من الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية والادارية في المحافظة اعاد الجيش العربي السوري الامن والاستقرار الى ثمانية قراب ريف حلب الشرقي ويواصل تقدمه العسكري باتجاه بحيرة الاسد والخفصة وقد تمكنت وحدات الجيش من السيطرة على قرية طرف الغربية على اتجاه البيارات في ريف حمص الشرقي تحت وقع ضربات المدفعية السورية والطيران الحربي الذي اشعل الارض نارا ضد معاقل التنظيمات الارهابية في ريف حلب تمكنت وحدات الجيش من تحقيق تقدم في ارض الميدان تجلى بفرض السيطرة الكاملة على ثماني قرى في ريف حلب الشرقي منها مغارة ابو جبار ومشرفة ابو جبار وبيجان وتلبيجان الاستراتيجي ورسم الكمة ورسم الكبير وشويلخ وتلحميم الاستراتيجية وذلك بعد معارك عنيفة مع ارهابي داعش كبدهم خلالها خسائر كبيرة بالافراد والعتاد ولتبدأ معها وحدات الهندسة بتفكيك مئات العبوات الناسفة التي زرعها ارهابي التنظيم التكبيري في القرى والاراضي الزراعية التي تمت السيطرة عليها لم يختلف المشهد الميداني لتقدم وحدات الجيش في ريف حمص الشرقي والتي وسعت نطاق سيطرتها خلال عملياتها بالتعاون مع القوات الرديفة واستعادت السيطرة على طرفة الغربية على اتجاه البيارات بعد القضاء على اعداد من ارهابي داعش وتدمير اهليات لهم ضربات مماثلة نفذتها وحدات من الجيش على تجمعات الارهابيين في قريتي الهبيط وركاية سجن بريف ادلب الجنوبي وقضت على العديد منهم بينهم متزاعمون في تنظيم جبهة النصرة ودمرت اسلحة لهم في منطقة الجابرية وفي اطراف بلدة التمانعة اما في ريف حماء الشامني فقد اسفرت الضربات المكثفة لامحدات الجيش على اوكار الارهابيين عن القضاء على متزاعم في تنظيم جبهة النصرة في قرية عطشان وتدمير سيارة مزودة برشاش ثقيل للمجموعات في منطقة الصياد الى ذلك نفذت وحدات من الجيش بتغطية من سلاح الجو عمليات نوعية على تجمعات ومحاور تحرك تنظيم داعش الارهابي في محيط منطقة المقابر على الاطراف الجنوبية لمدينة دير الزور ما ادى الى مقتل العديد من ارهابيه وتدمير كميات من الاسلحة وفي درعة تمكن الجيش العربي السوري من صد هجوم للتنظيمات الارهابية المدومة من الكيان الصهيوني على حي المنشية وقد كبد الارهابيين خسائر كبيرة في الافراد والعتاد ميران الجيش العربي السوري وتصاعد الدخان مناطق الارهابيين هي كانت رد الجيش على محاولات الارهابيين الهجوم على حي المنشية بدرعة لليوم السابع على التوالي لتنخفض وطيرة هذه المحاولات خلال اليومين الاخيرين بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها التنظيمات الارهابية من خسائر بالمئات من الافراد بالاضافة للكثير من العتاد الحربي الجيش العربي السوري قام بتعزيز انتشاره هنا وزيادة قدرته النارية للتأثير على الاعداد الكبيرة من الارهابيين والتي يحاولون من خلالها الدخول الى هذا الحي العمل المستمر في دعم خطوط النسق الاول واحتياطاته وضمان استمرار خطط النار المكثفة والمنسقة لجميع انواع الاسلحة اوقف محاولات الهجوم المتكررة للارهابيين والحق بهم افدح الخسائر على كافة المحاور مزالت العمل القتالي مستمرة في حي الميشي من الطرف الشرقي والطرف الجنوبي تقوم المجموعات الارهابي بمحاولة الخرق والتثبيت وقواتنا المدافعة تقوم بالتصدي وتكبيدهم افدح الخسائر سمود الجيش افشل مخططات التنظيمات الارهابية في بلدة النعيمة في الريف الشرقي وفي بلدة اليادودة في الريف الغربي الذين كانوا ينتظرون دخول الارهابيين الى حي المنشية لفتح جبهات قتال على تلك المحاور فدفعوا بتعزيزات عسكرية من تلك البلدتين الى محور المنشية لتسقط هذه التعزيزات امام ضربات سلاح الجو السوري تنظيم العملية الدفاعية تبعا لطبيعة المنطقة وطبيعة اعمال العدو المتوقعة في كل يوم استنزف قدرة الارهابيين ومصادر نيرانهم وحرمهم من المناورة وجعل جميع تحركاتهم تحت مجهر الجيش السوري ليبطل مفعولها هجوم فاشل حصد من خلاله الارهابيون الموت واخفاق في خرق دفاعات الجيش جلب لمشغليهم المذلة ليكون الموت والمذلة حصيل تمجنوه في معارك المنشية اكد محافظ حلب حسين ادياب تنفيذ الجزء الاكبر من الحلول الفنية والاسعفية لمنع وقوع الضرر على الاهالي والاراضي الزراعية ومشاءات الري في ريف حلب الشرقي نتيجة قيام تنظيم داعش الارهابي بضخ كميات كبيرة من مياه نهر الفرات الى قنوات الجر والري ودع المحافظ الخدمات الفنية الى العمل الفوري على صيانة واصلاح الجسر المنهار على طريق حلب الرقة المتقاطع مع قناة الجر الرئيسية هجوم ارهابي ووحشي من نوع اخر يشنه تنظيم داعش الارهابي على ملايين السكان في حلب مدينة وريفا فالتنظيم الذي يحلم ابناء الشهباء لاكثر من شهر من مياه الشرب نتيجة ايقاف ضخ المياه من الخفسة في ريف حلب الشرقي اقدم على ضخ كميات كبيرة من مياه نهر الفرات عبر محطة ضخ البابيري باتجاه مناطق ريف حلب الشرقي بهدف اغراق المناطق والقرى والحاق الضرر بالاهالي والاراضي الزراعية والمرافق العامة في هذا المكان اضافة الى مساحات واسعة من قرى ريف حلب الشرقي تعمل الاليات التابعة للجهات الانشائية والخدمية في مدينة حلب اضافة الى الدور البارز لاليات الجيش العربي السوري بغية تلاف الكارثة التي احدثها تنظيم داعش الارهابي عمل هام تقوم به محافظة حلب من خلال الشركات الانشائية والخدمية للتخفيف من الاضرار الكبيرة المتوقع حدوثها من خلال ازالة السدات وفتح البوابات واغلاق اخرى بغية تخفيض منسوب المياه انجزنا كافة الجزء الاكبر من العمل المطلوب حاليا وبالتعاون والتنصيق التام مع قوات الجيش العربي السوري التي ستستمر بتحرير الاراضي حلب وكل اراضي الوطن الحبيب استنفرت الوحدات الشرطية بقياس شرط محافظة حلب للمشاركة مع باقي الجهات للتصدي لأي خطر محتمل نتيجة المياه التي تم دافعها من الفرات من قبل تنظيم داعش الارهابي وانتشرت هذه الوحدات بكل على المحور بالاضافة الى مدير الزراعة والري وهي جاهزة بحال جاهزي لتلقي اي حال طارئة صمت دولي وتآمر أممي امام جرائم تنظيم داعش الارهابي المستمرة جرائم باتت تهدد عشرات القرى والبلدات بالغرق وتجعل سكان مدينة بأكملها عطشة نصر رمضان الإخبارية السورية ريف حلب الشرقي وفي حلب ايضا رصدت كاميرا الإخبارية السورية عودة عشرات العائلات الى حياء بستان القصر والكلاسة في المدينة تعود الحياة الى احياء بستان القصر والكلاسة في حلب مع عودة عشرات العائلات اليها السورة تتحدث من هذه المناطق عن حجارة منازل هي واقفة لتقي هؤلاء العائلات من برد شتاء مع غياب تام للمنظمات الإغاثية وتجاهل المجتمع الدولي لحاجات الأهالي هذا المجتمع الذي كان يدق أجراسه أعلاميا حول من كان بداخل هذه الأحياء من الارهابيين في وقت سابق مطالب كثيرة لأهالي المنطقة برسم محافظة حلب ومجلس مدينة حلب لعل هذه المطالب تتحقق بأسرع وقت النظامات الدولية الإنسانية وينهم؟ لا نرى أحد طاول والله العظيم حرام دمار وخراب حرام والله حرام نحن رجعنا بعدما أن الجيش أمننا المنطقة هنا المنطقة تبستى الأصر لا موجود من المنظمات الإغاثية ولا الإنسانية ولا في حدا نهائيا لا يوجد أمن أن أمشي من هنا لأن لا يوجد أصول الإنارة في الشوارع بعدين هدى بزاعة دستات لذول الباصات لا يوجد سيارة تدخل لا يوجد سرافيس لا يوجد مواصلات صار لكل المناطق في مواصلات إلا لهون منظمات دولية لا يوجد حدا نهائيا ولا أخذنا أي معونة منهم إنه طلع الطرقات المسكرات الفتح والكهرباء ترجع والماء ترجع يعني طلع دول الباصات من شاء الله لا يشاء الله لنا في شغلات الماء عنا شغلاتها بس هالركام هالألقاض هاي تنشار من الشوارع بيشجع للناس ترجع أكتر عدد من الشوارع الرئيسية باتت سالكة ومفتوحة أمام السيارات والمواطنين والأنقاض والركام تغطي شوارع الفرعية لهذه المناطق وهذا ما وضعته مجلس المدينة بعين الاعتبار بالتنسيق مع الهيئات المختصة تارة عبر أولويات لاستهداف الأحياء وفتح المحاور الرئيسية ضمن تكنولوجيا عملية الترحيل التي تفرض العمل بالمحاور الرئيسية والتي وصلت نسبتها إلى 85% وتارة أخرى عبر أعداد الدراسات وإجراءات التعاقد من أجل الشوارع الفرعية والبدء بالترحيل مع عودة العائلات تكثر المطالب لعل الصورة هي تتحدث عن ما يجري في هذه المنطقة ولعل أيضا هذه الصورة تحقق لهم أمنياتهم وليد هنائي الإخبارية السورية من منطقة وستان القصر حلب إلى الرقاة فقد أكدت وسائل ولا من غربي أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي بدأوا بالفرار من مدينة الرقاة بعد تقدم الجيش العربي السوري باتجاه مدينة الباب بريف حلبة الشرقي بعد الهزائم التي يتجرع مرارتها تنظيم داعش الإرهابي في الآوينة الأخيرة في كل من سوريا والعراق تحول عناصر تنظيم الإرهابي تدريجيا من نخاسين إلى عبيد يباعون ويشترون لقاء الحفاظ على حياتهم وفي محاولات منهم للإفلات من قبضة الأجهزة الأمنية في الدول التي تطاردهم وتكافح تنظيمهم زمن داعش الأول تحول وباتت رؤوس عناصره جوائز مجزية يحصل عليها الناشطون في تجارة البشر في مناطق تواجده في سوريا والعراق حيث يباع الداعشي ويشترى بغد النظر عن الفصائل الإرهابية الأخرى التي يقع في مسيادتها كل ذلك يحصل للتنظيم الإرهابي يضاف إليه أن عناصره بدأوا بالفرار من معقله في مدينة الرقة حيث بدأوا الآن وبحسب صور لأقمار صناعية عملية مغادرة الرقة ونقل عملياتهم إلى الجنوب بمحاذاة نهر الفرات لكن الجيش العربي السوري يقف لهم بالمرصاد داعش تاجر بالبشر وازدهرت هذه التجارة بين عامي 2013 و2014 لكنه الآن بات وعناصره السلعة الأساسية لهذه التجارة فليجني ثمار ما أذاقه للأبرياء يوما بعد الفاصل ميركل تؤكد خلال مؤتمر ميونيخ أن الإسلام ليس مصدرا للإرهاب بل فسر على نحو خاطئ قم للعلى وارفع سلاحك شامخة فالعز يطلب أهله مسترشدة هذه الحياة تواترت أمجادها فكن الذي يهب البطولة سقدودا هذا الزناد تناثرت نيرانه حمما على الأعداء يصحبها الردى لسنا الذين يهدنون عدونا فالنصر غايتنا وإن طاق المدى أهلا بكم من جديد حققت القوات العراقية نجاحات كبيرة في ماركة استعادة ساحل الأيمن لمدينة الموصل حيث حررت قرى عذبة واللزاكة والكافور والجماسة والبجوار غرب الموصل وفرضت السيطرة على محطات الكهرباء الرئيسية في اللزاكة وذلك بعد ساعة قليلة من أعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر لعباد انطلاق عمليات استعادة ساحل الأيمن للمدينة نعلن انطلاق صفحة جديدة من عمليات قادمنا يا نينوى لتحرير الجانب الأيمن من المدينة من مدينة الموصل كما حررنا المناطق الأخرى ونعلن لقواتنا البطلة أن تنطلق بكل شجاعة وبطولة لتحرير ما تبقى من هذه المدينة ترجمة لإعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر لعباد انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة غرب مدينة الموصل من إرهابي داعش أكدت قيادة عمليات قادمون يا نينوى تحرير قرى باخيرة وعذبة واللزاكة غرب الساحل الأيمن للمدينة قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قال إن قيادة الفرقة التاسعة حررت قرية باخيرة غرب الساحل الأيمن وقرية عذبة على طريق الموصل بغداد وقرية اللزاكة على الطريق القديم حمام العليل الموصل وفرضت السيطرة على محطة الكهرباء الرئيسية في اللزاكة ورفعت العالم العراقي فوق مبانيها وما أن أعلن العبادي انطلاق العمليات حتى تسابقت القوات العراقية بمعنويات عالية تجاه الأهداف المحددة ضمن عمليات تحرير الساحل الأيمن من الموصل وتخوض قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحج الشعبية معارك الشرف لتحرير كامل الموصل من إرهابي داعش وإعادة الأمان إلى هذه المدينة التي ينتظر جميع العراقيين تحريرها القائد في جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبدالغاني الأسدي أعلن أن القوات الأمنية أكملت جميع مستلزمات معركة تحرير الساحل الأيمن من الموصل من سيطرة إرهابي داعش ومع انطلاق عمليات تحرير الساحل الأيمن يأمل العراقيون وخاصة أبناء الموصل تحقيق نتائج سريعة ليتمكنوا من العودة إلى ما تبقى من منازلهم ونفض غبار الإرهاب عنها وفي العراق أيضا أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليزا جراندي عن مخاوفها من أن تتسبب العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من مدينة الموصل في نزوحي نحو أربعمائة ألاف مدني فرض حصار على المدينة القديمة المكتظة بالسكان جراندي قالت أن هذه معركة مختلفة ولها تبعات هائلة على المدنيين وحذرت من مواجهة احتمال فرض حصار على المدينة القديمة جراندي أضافت أن الأمم المتحدة بحثت العديد من الخيارات لضمان وصول الغذاء والدواء والماء للمدنيين فيما تبقى من الموصل حال حدوث مثل هذا الحصار أكد الرئيس اللبناني عليماد ميشيل عون أن أي محاولة من العدو الإسرائيلي للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض اللبنانيين للخطر ستجد الرد المناسب مشيرا إلى أن رسالة منذوب الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة تشكل تهديدا للبنان الرئيس عون حذر من نوايا الكيان الصهيوني الأدواني ضد لبنان وقال أن اللبنان يرى فيما ورد في الرسالة الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة محاولة مكشوفة من إسرائيل لتهديد الأمن والاستقرار الذي تنعم به مدن الجنوب اللبناني وقراه الواقعة ضمن منطقة العمليات الدولية وبالتالي فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء يستهدف لبنان استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية بصاروخ باليستين في متوسط المدى محطة كهرباء الشقيق التي تغذي أغلب القواعد العسكرية للنظام السعودي في إخماس مشيط وأبهى في جيزان وأصاب الصاروخ هدفه بدقة صاروخ ماليستي جديد تطلقه القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية على محطة كهرباء الشقيق في جيزان وأشارت القوة الصاروخية إلى أن المحطة تغذي أغلب القواعد العسكرية في جيزان وعسير مؤكدة أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة ويأتي إطلاق الصاروخ ردا على الجرائم اليومية التي يرتكبها الأدوان السعودي الأمريكي بحق اليمنيين وتدميره للبنية التحتية لليمن منذ ما يقارب العامين وضمن عمليات الرد والردع في جبهات ما وراء الحدود نفذ الجيش واللجان الشعبية عدد من العمليات العسكرية استهدفت تجمعات ومواقع قوات النظام السعودي ومرتزقته في جيزان ونجران وعسير ففي جيزان استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في الرمضة غير بطول وفي نجران استهدفت المدفعية بعدد من القذاف موقع العشوى قيادة عليب محققة إصابات مباشرة وفي عسير استهدف الجيش واللجان الشعبية بقصف مدفعي تجمعات لقوات النظام السعودي في موقع ورقابة الشعب محققا كذلك إصابات مباشرة وتظهر هذه العمليات المتتالية للجيش واللجان الشعبية قوة الجيش اليمني في مواجهة العدوان السعودي والمستمر منذ نحو عامين بدعم أمريكي ووسط صمت دولي مريب ورغم كل ذلك يمتلك الشعب اليمني إرادة الصمود في وجه هذه الحرب الارهابية عليه ويواصل دفاعه عن أرضه أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن أن الإسلام ليس مصدرا للإرهاب بل فسر على نحو خاطئ المستشارة الألمانية رأت في لقاء مع مايك بينيس نائب الرئيس الأمريكي وهو الأول لميركل مع أحد ممثلي إدارة رئيس دونالد ترامب أن إشراك دول إسلامية معينة في هذه الحرب بالنسبة لها يعد على ذات الدرجة من أهمية مشاركة واشنطن وقالت ميركل إنه لو لا الولايات المتحدة لكانت أوروبا مكلفة بتحمل أكثر من طاقتها في الحرب على الإرهاب مؤكدة حاجة أوروبا إلى القوات العسكرية لواشنطن وفي مؤتمر ميونيخ للأمن أيضا أتبر وزير الخارجيات الروسي سر جالفروف أن حلف شمال الأطلسي الناتو لا يزال مؤسسة تعود للحرب الباردة وأن توسعه خلق مشكلة غير مسبوقة من التوتر في أوروبا معربا عن أمله في علاقات تقوم على الاحترام المتبادل بين بلاده والولايات المتحدة لافروف أكد أن الروسيا لا تبحث عن النزاعات مع أحد لكنها قادرة على حماية نفسها وأن هدف بلاده المطلق يتمثل في حماية مصالحها عبر الحوار والتوافق القائم على النفع المشترك وأشار لافروف إلى أن موسكو ترفض اتهامها بمحاولة نصف النظام الليبرالي العالمي مضيفا استنادا إلى التصريحات الصادرة عن بعض السلسة الأوروبيين والأمريكيين وتلك التي سمعناها مؤخرا وفي مستهل مؤتمرنا هذا فأن الحرب الباردة لم تنتهي بعد إلى العنوين بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد وزارة الأوقاف تقدم عقارات تشكل معظم ضاحية رميلة بجبلة للمواطنين وأسر الشهداء والجرحة وحدات الجيش توسع دائرة الأمان في ريفي حلب وحمس الشرقيين ويحبط هجوما للإرهابيين في درعا القوات الإراقية تحرر عددا من قرى غرب الساحل الأيمن لمدينة الموصل من إرهابي تنظيم داعش مني ومن جميع العاملين في هذه النشرة كل التحية دمتم بخير برعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة